أهم الحاجات اللي لازم نعملها وقت التصديل علشان ينجح معنا أول حاجة نحدد مكان الضوء بالظبط وبنعم عليه هتعرف أماكن الضوء رقم اتنين نكون متأكدين من أبعاد الأوتلاين بتاعنا علشان الرسمة تنجح معنا بأكبر قدر معنا رقم ثلاثة نبدأ بتصديل المناطق اللي فيها ظل الأول علشان نشوف هل شغلنا صح وتخددنا لاتجاه الضوء وأماكن الضوء المظبوط وعشان نتأكد إن رسمتنا مظبوطة لإن الأوتلاين بتاعنا بيتزبط أكتر مع تحديد أماكن الضوء رقم أربعة نسيح طبقات التصديل اللي عملناها كل مرة خطوة بخطوة واحدة بواحدة لو كنا زللنا مناطق الضوء يبقى هنبدأ من الأماكن الفتحة في التسليح للأماكن الغربة أما لو زللنا بس مناطق الضل وسبنا مناطق الضوء ما فيهاش أي تصليح يبقى هنسيح من مناطق الضوء وإحنا رايحين كده لمناطق الضوء بحيث إن إحنا هندي مسحة بسيطة من التصليل الخفيف لمناطق الضوء لإن الفرشة أو المنزيل أو قلم التسليح أو الأداء اللي إحنا بنستخدمها في التسليح الرصاص حتى لو مجرد إحنا بنسيح بأيدينا نفسها دايماً بيكون لسه باقي فيها رصاص فالرصاص البودر بتاعه هيتنقل معنا الإماكن اللي هي مفيش عليها أي تصليل خالق رقم خمسة هنكمل بنفس الطريقة وهي إن إحنا نفضل نعمل طبقات 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 من التصليل رقم ستة كل ما لمس للأشياء بيكون لي طريقة تسليل مختلف وتسليح مختلف علشان لما تشوف الرسمة بعد كده تقدر تحدد إن تشايف قماش وهل نوع القماش لقطن والخرير واللجن هتشايف زجاج والخشب بس إحنا هنا بنمرن إيدنا بس على التسليل فأنت مش محتاجة تعرف أكتر من إنك تمسك الألم وتبدأ تظلل دي اللي عايز يعرف إزاي تسليل بالزبط وإزاي تمسك الألم وإزاي تعمل تسليل خطوة بخطوة أنا نزلت عندي صفحة درسة قبل كده موجود في الشرح بتاعي تظلي الرقم سبع هنا هنستخدم بس ورق كانسون أخاف وزني منه خالص هات من أي مكتب أقول له عايز سكتش يكون كانسون ويكون الورق بتاعه أخاف عدد جرامات موجودة عنده في مدائل عندي للكانسون بتكون أرخص الكانسون نفسه بيكون متوفر في المكتبات تقدروا تستخدموها في التمارين اللي زي دي أهم حاجة إن ملمس الورقة ما يكونش ناعم خالص زي ورق التصوير أو ورق الدفاتر آه هتقدروا تستخدموه للورق التاني في الرسمة بعد كده لكن علشان تدريبك في الأول ينجح معاك وتفهم الأول تكنيك التصليل محتاج الورق اللي هو ملمسه خشن شوية علشان خاطر تقدر تتعلم عليه التصليل لأن هو ده هيساعدك أكتر في إنك تتعلم التصليل بعد كده هنحتاج في التمارين برضو ألم رصاص محتاجين ألم رصاص واحد مش محتاجين أكتر من كده يكون في درجات البي يعني تقدر تجيب من أول تو بي وانت طالع تو بي سري بي فور بي هات ألم واحد بس ما تجيبش أكتر من ألم هو ألم واحد كفاية أو إنك تتمرن به في الأول على التصليل بعد كده هنتكلم عن درجات الام الرصاص لو حابين أن أنا نزل لكم فيديو عنهم بالتفصيل اكتبوا لي في كومنت بحيث أن أنا أخليه في أولويات الفيديوهات بتاعك ولو عايزين أنا نزل لكم برضو فيديو عن الماتيريالز والبدايل بتاعتك اكتبوا لي برضو في كومنت هنا أنا استخدمت طريقتين في التسليح أول طريقة كانت بفرشة نعمة أفضل نوع فرشة هو نوع الفرشة بتاعت الميج كنت تكلمتكم برضو في الدرس اللي فات بتاع التسليل عن موضوع الفرشة تاني حاجة استخدمت هنا برضو ألم التسليح عملولي فلو علشان تشوف الفيديو اللي هنزله عن الفرق ما بينهم ويمتى استخدم كل طريقة فيهم وإيه هي طرق تسليح الرصاص أصلا هنزل الفيديو برضو عن الموضوع ده كل وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو أجابكم الفيديو سلام